نشرة الأخبار من تلفزيون دولة الأحواز العربية من استوديوهاتنا في بروكسل ونستهلها بأبرز وأهم العنوين تسريح مئات الموظفين الأحوازيين من شركة تيسكو جولة جديدة من القصف الأمريكي البريطاني على الحوثيين مقتل العشرات في منطقة متنازع عليها بين الخطوم وجوباء روسيا تؤكد عدم انسحابها من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أهلا بكم من جديد كشفت مجموعة من موظفي شركة تيسكو في الأحواز عن فصل حوالي ستمائة زميل لهم خلال حملة تخفيضات العمالة نفذتها الشركة مؤخرا كشفت مجموعة من موظفي شركة تيسكو في الأحواز عن فصل لحوالي ستمائة زميل لهم خلال حملة تخفيضات العمالة نفذتها الشركة مؤخرا تم استدعاء العاملين والموظفين التابعين لشركة سيبهر تيكنو للطاقة والتي هي جزء من تيسكو من قبل إدارة الشركة لتسوية حساباتهم خلال الأربعين يوما الأخيرة تم إيقاط هؤلاء العمال وفصلهم من تيسكو وكان هؤلاء العمال والموظفي متخصصين في مجالات الكهرباء والاتصالات والأجهزة الدقيقة في صناعات النفط والغاز في المنطقة الجنوبية مؤكدين أن ستمائة زميل لهم فقدوا وظائفهم خلال عمليات التخفيض وبحسب بعض العاملين فإن التيسكو كانت تزود بمعدات كهربائية وأجهزة اتصالات وأجهزة دقيقة لبعض المشاريع لكن تأتي هذه الخسارة في ظل عدم تلاقي الشركة طلبات للمشاريع الحالية وأشارت الشركة إلى عدم قدرتها على متابعة العمل لفترة طويلة بسبب نقص المشاريع وتسارع منافسيها في الحصول على العقود وينقسم العمال والموظفون في تيسكو إلى مجموعتين تعاقدية والعاملون لحسابهم الخاص والعمال التقاعدي كانوا يتمتعون بمزايا وتأمين طوال العقد الماضي بينما كانت القوى العاملة تحصل على أجورها مقابل ساعات العمل وتم تضمينها جميعاً في عمليات فصل العمال والتسويات ولم تقدم شركة تيسكو أي تعليق للصحفيين حول أسباب فصل هذا العدد من الموظفين ولا تتوفر القاعدة الإخبارية الخاصة بالشركة طالب مسؤول فارسي إدراج اللغة والأدب الفارسي في مجالات التوظيف كجزء من مخطط تفريس الوظائف في مؤسسات دولة الأحواز العربية المحتلة وقال أستاذ اللغة الفارسية وآدابها في جامعة شمران بالأحواز أن السياسات المسؤولين المعنيين يجب أن تسير في اتجاه إدراج مجال اللغة والأدب الفارسي في قائمة مجالات التوظيف وأدى نظام الاحتلال الإيراني منذ عام 1925 بتطبيق سياسة التمييز وأعطاء الأولوية لتوظيف غير العرب بما في ذلك الفرس إلى زيادة معدل البطالة بين السكان المنطقة وانتشار الفقر في الأحواز المحتلة ويعد حرمان أبناء الأحواز المحتلة من العمل في مؤسساتهم مخالفا للقوانين والأعراف الدولية فقد أصبحت السياسة العنصرية للاحتلال الفارسي في أولوية توظيف المستوطنين الفرس بدلا عن أبناء الأحواز المحتلة أعلنت القيادة المركزية الأمريكية توجيه ضربة جديدة للحوثيين في اليمن مشيرا إلى أنها نفذت ضربة دفاعا عن النفس ضد هجوم حوثي بصاروخ كروز أعلنت القيادة المركزية الأمريكية توجيه ضربة جديدة للحوثيين في اليمن وقالت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربة دفاعا عن النفس ضد هجوم حوثي بصاروخ كروز وأضافت القوات قصفت أربع صواريخ كروز مضادة للسفن كانت جميعها مجهزة للإطلاق على السفن في البحر الأحمر وأفادت مصادر محلية باستداف قصف أمريكي بريطاني لمدرية باقم بمحافظة الصعدة بثلاث غارات وغارة شرقية مدينة الصعدة شمالية اليمن وأكدت المصادر وقوع قصف أمريكي بريطاني بثمانية غارات على مناطق رأس عيسى بمدرية الصطيف وغارتين على مدرية الزيدية وغارة على مدرية الحواك بمحافظة الحديدة شمالية غربي اليمن ونشرت القيادة المركزية الأمريكية فيديو على حسابها في إكس قالت إنه لعمليات إطلاق من مدمرة يو اس اس جرافلي ويو اس اس كارني ويو اس اس ديويت دي آيزنهاور على أهداف الحوثيين وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق أنها دمرت صاروخ كروز مضاد للسفن في اليمن كان مجهزا للإطلاق على السفن في البحر الأحمر وأوضحت القيادة المركزية في بيان رصدت القوات الأمريكية صاروخ كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وخالصت إلى أنه يمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا يوم السبت ضربات على 36 هدفا في اليمن في اليوم الثاني من العمليات الأمريكية ضد جماعات مرتبطة بإيران في أعقاب هجوم على القوات الأمريكية في مطلع الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون حيث بحث الوضع في الشرق الأوسط وجهود تحسين إيصال المساعدات للمدنيين في قطاع غزاء وأضافت الوزارة في بيان أن الوزيرين ناقشا جهود إطلاق صراح جميع المحتجزين في قطاع غزاء وجهود التوصل لهدنة إنسانية تسمح بزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزاء وذكر البيان أيضا أن بلينكن وكاميرون بحث الوضع في البحر الأحمر والتحارك الدولي لمحاسبة الحوثيين على هجماتهم غير القانونية والمتهورة على السفن يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا تنفذان هجمات على مواقع سيطرة الحوثيين في اليمن تستهدف من خلالها مواقعهم العسكرية وكذلك منصات صواريخ مجهزة للإطلاق بهدف الحد من هجماتهم على السفن المارة في البحر الأحمر ذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن 37 شخصا قتلوا بهجوم على منطقة آبي الغنية بالنفط والمتنازع عليها على الحدود بين السودان وجنوب السودان وأوضح